اشتركوا في القناة أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات مادة التفسير ومع كتاب التفسير المقرر على الثانوية الأزهرية كتاب تفسير النسفي أو حقائق التأويل ومدارك التنزيل لأبي البركات النسفي رحمه الله أبنائي وبناتي اليوم نبدأ مع صورة جديدة من صور القرآن الكريم اليوم نبدأ مع صورة القمر أو قرب قيام الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر السؤال الأول ما الغرض من قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وما القراءات الواردة فيها يقول ربنا اقتربت الساعة أي قرب قيام القيامة أو قرب الوقت الذي تأتي فيه القيامة وانشق القمر يعني انشق القمر إلى نصفين قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رأيت حراء بين فلقتين القمر رأى حراء وشاف على يمينه نصف القمر الأول وعلى شماله نصف القمر الثاني وقيل معناه أن القمر ينشق يوم القيامة معناه أن القمر ينشق يوم القيامة والجمهور على الرأي الأول من أن القمر انشق بالفعل أن هذا الأمر حدث وهو المروي في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم ولا يقال لو انشق لما خفي على أهل الأقطار ولو ظهر عندهم لنقلوه متواترا لأن الطباعة جبلت على نشر العجائب فالجواب على هذا الكلام أنه يجوز أن يحجبه الله تبارك وتعالى عنهم بغيم يعني إيه الكلام دوت بنقول أن ربنا بيقول في أول آية اقتربت ساعته وانشق القمر قد يظن بعض الناس وهذا فعلا ما ذهب إليه بعض الناس إن القمر حينشق وإن الكلام ده يحصل يوم الإيام أما رأي الجمهور والذي روية في الصحيحين عن البخاري وعن مسلم رضي الله عنه وعرضاهما إن القمر انشق بالفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن عبد الله بن مسعود قال رأيت حراء بين فلقطة القمر طيب هنا يتوجه سؤال بيسأل الناس اللي بيقولوا لا ده القمر ما انشقش حينشق يقولون لو كان القمر قد انشق في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليخبرنا عن ذلك أهل العلم من أهل القرآن والسنة فقط ما كانوش هيخبرنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي هيقولون أن القمر انشق لأن ده أمر لما القمر ينشق مين اللي هيشوفه مش بس العرب هيشوفه العرب والعجم هيشوفه العرب والهند والباكستان والصين وروسيا وبصر وكل بلاد العالم هيرون هذا المشهد فلماذا لم يخبرنا أحد من أهل الأقطار بأنه رأى انشقاخ القمر فقالوا لهم إيه المانع أن يكون ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم حجب عنه انشقاق القمر بغيم أو ما شبه ذلك وقال يعني أكيد حضرتكم طلعت على أن بعض الأبحاث العلمية أكدت أنهم لما صعدوا على القمر وجدوا عليه أثر يدل على أن هذا القمر وقع له انشقاق في يوم من الأيام ثم عاد والتأم مرة أخرى أما قولهم يعني أني لو دي من العجائب والناس أخذت على نشر العجائب يعني أخذت على نشر العجائب يعني أكيد لو أنت قاعد في البيت وبتبص كده من البلكونة فلاقيت القمر قدامك انشقه نصفين ده أمر عجيب صح؟ أجيد حتقول الحق يا بابا الحق يا ماما تنادي على الجرايان تنادي على الناس كله الشارع كله يبصوا على هذا الحدث لأن ده حدث مش سهل شوفوا احنا لما بنقول فيه خصوف للقمر أو فيه خصوف للشمس الناس كلها بتطلع عشان تشاهد هذا الحدث ثم بلنا لو حدث بقى زي انشقاق القمر يعني فبيقولوا ليه ما فيش أمة من الأمم غير العرب اللي نقلوا لنا ذلك قلنا لا في بعض الأمم نقلت ذلك فقد روي أن هناك أو يعني أخبرنا بأن هناك بعض المدن في الهند فيها بيوت مكتوب عليها أن هذه البيوت أنشأت ليلة انشقاق القمر يعني أو وضع أساس حدرية ليلة انشقاق القمر فهذا يدل على أن بقية الأمم رأت ذلك وليس معنى أن الأمم أو بقية الأمم لم ترى ذلك أنه ما حصلش لأن زي ما قال علماءنا من الممكن أن يحجب الله تبارك وتعالى عن الأمم الأخرى رؤية هذا المنظر أو هذا المشهد بغيم أو بانصراف ذهن أو ما شابه ذلك أبنائي وبناتي يقول ربنا اقتربت الساعة وانشق القمر نكمل تفسير الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا فما المقصود بقوله وإن يروا آية يعرضوا وما معنى كلمة آية وعن أي شيء يكون الإعراض الإجابة وإن يروا الضمير هنا يعود إلى أهل مكة وإن يرى أهل مكة المشركون يعني من أهل مكة آية يعني علامة واضحة ظاهرة تدل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني يعرضوا عن الإيمان بالله ولا يؤمنوا به ولا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويقولوا سحر مستمر يعني مستمر رأي يقول لي أن كلمة مستمر دي يعني محكم قوي ورأي يقول لي لا مستمر دي يعني دائم مضطرد ورأي يقول لي لا مستمر دي يعني مار ذاهب لا يبقى وإنما يزول يعني إيه الكلام دوت إحنا بنقول إن هؤلاء الكفار يدعون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاذب وأنه ليس صادق فهم من لطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشق لهم القمر النصفين طب إيه الغرض من انشقاق القمر النصفين نحن لن نؤمن بك حتى تشق لنا القمر النصفين طب العلاقة بين النبوة وبين انشقاق القمر إلا نصفين نحن لن نؤمن بك حتى تشق لنا القمر النصفين فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوجه إلى ربه بالدعاء أن يشق له القمر النصفين حتى يؤمن به هؤلاء الناس فيستجيب ربنا تبارك وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويشق له القمر النصفين حتى أن الفارق بينهما يكون فارقا كبيرا يرى في وسطه حراء ومع ذلك لما رأت قريش هذا المشهد المهيب هذا المشهد العظيم بدلا من أن يؤمنوا قالوا سحر يعني قالوا سحر محمد أعيننا مش كده بس قالوا سحر مستمر يعني يبقى كلمة مستمر الرأي الأولان يقول لي أن مستمر دي معناها قوي قوي مش مأخوذها من الاستمرار مأخوذها من المرة القوة ورأي التالي يقول لي لا سحر مستمر يعني سحر دائم لا ينقطع ده مش صحر نحن بس ده صحر الناس اللي حولينا كمان ورأي التالت قالوا أن كلمة سحر مستمر معناها سحر لا يدوم إزاي مستمر ولا يدوم أخذوا من كلمة أنه مار وليس من كلمة استمرار سحر يمر ولا يبقى سحر لا يدون هكذا قال المفسرون في قوله تبارك وتعالى وإن يروا آياتهم يفعرضوا ويقولوا سحر مستمر طيب السؤال التالي ما معنى وكذبوا وما معنى واتبعوا أهواءهم قوله وكذبوا أي كذبوا النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم واتهموه بالكذب والسحر ولم يصدقوه واتبعوا أهواءهم يعني اتبعوا ما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره وعدم قابوله والإعراض عنه ما معنى قول الحق تبارك وتعالى وكل أمر مستقر الإجابة وكل أمر وعدهم الله تبارك وتعالى بتحقيقه هو أمر مستقر يعني كائن في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى أو كل ما قدر الله واقع لا يستطيع أحد أن يمنع أمر الله تبارك وتعالى من التحقق أبناء وبناتي ننتقل إلى آيات أخرى من آيات سورة القمر يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فماتون النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر السؤال على ما يعود الضمير في قوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر الضمير هنا يعود إلى أهل مكة فأهل مكة هم الذين جاءهم أكثر من نذير من الآيات ومن العلامات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم رغم ذلك أعرضوا ولم يؤمنوا بهذه الآيات فقوله ولقد جاءهم الضمير يعود إلى أهل مكة ما المقصود بالأنباء في قوله ولقد جاءهم من الأنباء الأنباء المرادة في قوله ولقد جاءهم من الأنباء أي أنباء القرون الخالية جاءهم في القرآن الكريم الذي أودع الله تبارك وتعالى فيه أنباء القرون الخالية والتي كفرت بأنعم الله تبارك وتعالى فماذا حدث لهم؟ زي جاءهم نبأ قوم نوح وأنه انتهى أمرهم بالغرق جاءهم أمر قارون وأنه انتهى أمره بالخسف جاءهم أنباء عاد كيف هلكوا بالريح جاءهم أنباء قوم لوط أنباء قوم ثمود أنباء قوم عاد كل هذه الأمم السابقة جاءتهم في القرآن الكريم ومع ذلك هم لم يتعظوا أو أن المراد بقوله ولقد جاءهم من الأنباء أنباء الآخرة وما وصف من عذاب الكفار فيها يعني جاءهم في القرآن الكلام عن الجنة وعن النار وعما أعد الله تبارك وتعالى في النار من عذاب أولئك الكافرين الخاسرين الذين لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ولم يوحدوا ما معنى قبل الحق تبارك وتعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم مزدجر وما أصله؟ الإجابة ما فيهم مزدجر أي ازدجار عن الكفر تقول زجرته وازدجرته يعني منعته يعني جاءهم من الأنباء ما يمنعهم ويسجرهم ويبعدهم عن الكفر بالله تبارك وتعالى وأصل كلمة ما فيه مزدجر أصلها بالزاي ثم التاء ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أصل كلمة مزدجر مزتجر بالته لكن التاء إذا وقعت بعد زاي أبدلت دالا يعني إيه إنتوا شايفينهم مزدجر زاي البعض بيسميها زيني يعني بس هي في اللغة العربية تسميها زاي الزاي هذه حرف من حروف الجخر والتاء التي تليها حرف من حروف الهمس ما ينفعش ييجي حرف كده مهموس بعد الزاي اللي هو حرف مجهور فعلشان عصر النطق بالحرفين عملنا إيه أبدل من التاء حرف مجهور وهو الدال ليتناسب فصارت الكلمة ما فيه مزدجر زاي بعدها دال بدل ما هي زاي بعدها تاء وهذا في باب معروف في الصرف يسمى باب الإبدال والإعلال وهو مقرر عليكم في مادة الصرف في هذا العام بإذن الله ما إعراب قوله تبارك وتعالى حكمة حكمة بالغة فما تغني النذر الرأي الأول قال أن كلمة حكمة هذه بدل من ما فيما دي ولقد جاءهم من الأنباء ما جاءهم ما ما دي فاعل فحكمة بدل منها والبدل من المرفوع بيبقى مرفوع أو أن نحن نعرف من حكمة دية خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر هو حكمة بالغة ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر هو حكمة بالغة فحكمة الخبر لمبتدأ محذوف تقديره هو حكمة بالغة ما معنى كلمة بالغة بالغة إما أن تكون معناها إما أن يكون معناها بالغة يعني نهاية في الصواب صائبة راجحة أو أن يكون معناها أنها بالغة من الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء الكفار ولكنهم لم يتعظوا بهذه الآيات السؤال التالي ما نوع ما في قوله فما تغني النذر وما المقصود بالنذر الإجابة فما تغني النذر ما هنا نافية يعني لا تغني عنهم النذر هم مين كفار قريش وما المراد بالنذر النذر جمع نذير والنذر هم المرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام أو أن المراد بالنذر المنذر به أو أن المراد بالنذر مصدر بمعنى الإنذار السؤال التالي ما الغرض من قوله تعالى فتولى عنهم الإجابة فتولى عنهم يعني أعرض عن هؤلاء الكفار لأنك تعلم أن الإنذار لا يغني فيهم ولا ينفع فيهم شيئا فتولى عنهم وأعرض عنهم فما على الرسول إلا البلاغ السؤال التالي على ما نصب قوله تبارك وتعالى يوم في قوله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر الإجابة كلمة يوم منصوبة بإضمار فعل محذوف تقديره يخرجون يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر أو أذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ما المقصود بقوله إلى شيء نكر ولما وصف بهذا الوصف وما القراءات الوالدة فيها إلى شيء نكر أي منكر فضيع تنكره النفوس لأنها لم تعهد بمثله وهو هول يوم القيامة ما إعراب خشعا في قوله خشعا أبصارهم الإجابة خشعا في قوله خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث منصوبة على أنها حال من الخارجين وهو فعل للأبصار كما تقول يخشع أبصارهم ويجوز أن يكون في خشعا ضميرهم وتقع أبصارهم بدلا عنه طيب هو بيقول خشعا أبصارهم يعني أبصارهم خاشعة طيب ما معنى خشوع الأبصار قالوا خشوع الأبصار هذا كناية عن الذلة من قول فلان دوت خاشع البصر يعني ذليل فلان دوت بيبص في الأرض يعني ذليل قالوا لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما شوف الطالب كده لما بيكون جايب درجة كويسة ورجع للبيت يبقى رافع رأسه الفوق لما بيكون عامل عملة مش كويسة تلاقي بص في الأرض كده ليه لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما يخرجون من الأجداث سراعا فما المراد بالأجداث في قوله يخرجون من الأجداث سراعا وما وجه الشبه في قوله كأنهم جراد منتشر يقول أنه شبههم بالجراد منتشر إيه وجه الشبه هنا الإجابة قوله تبارك وتعالى يخرجون من الأجداث يعني يخرجون من القبور فالأجداث بمعنى القبور كأنهم جراد منتشر شبه أولئك الخارجين من القبور يوم القيامة في كثرتهم وتفرقهم في كل جهة وتموجهم أنهم كالجراد المنتشر فالجراد مثل في الكثرة والتموج في الجيش الكبير الكثير المائج بعضه في بعض يقال فيه جاءوا كالجراد السؤال التالي ما معنى قول الحق تبارك وتعالى مهطعين إلى الداع وما معنى قوله عسر في قولهم يقول الكافرون هذا يوم عسر الإجابة مهطعين إلى الداع مهطعين يعني مسرعين لكن مسرعين وهم يمدون أعناقهم إلى الداع سيدنا إسرافيل عليه السلام هو الداع هو الذي يقول أياتها العظام النخرة والأجساد البالية قومي إلى فصل القضاء يقول الكافرون اللهم كفار البشر يوم الإيامة والجن هذا يوم عسر هذا يوم شديد صعب لا نستطيع أن نتحمل ما فيه من أهوال ننتقل إلى آيات أخرى من آيات سورة القمر يقول فيها ربنا تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر الآيات تتكلم عن الاتعاض بهلاك المجرمين الاتعاض بهلاك المكذبين من الأمم السابقة على ما يعود الضمير في قوله تبارك وتعالى كذبت قبلهم ومن نوح ولما كرر التكذيب الإجابة كذبت قبلهم أي قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا المقصود بالعبد هنا هو سيدنا نوح عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ومعنى تكرار التكذيب أنهم كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب كان الأب ياخد ابنه كده وهو صغير ويذهب به إلى نوح عليه السلام يشير إلى نوح ويقول يا بني تعرف هذا يعرفه جيدا فإنه كذاب ولا تصدقه هكذا علمني أبي وأنا أعلمك كما علمني أبي عشان كذا قال القرآن كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فتكرر التكذيب من أجل ذلك أو أن المعنى كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا لأنهم لما كذبوا الرسل وجحدوا بالنبوة رأسا كذبوا نوحا لأنه من جملة الرسل هم أصلا مش معتقدين أني في حاجة اسمها رسل هم أصلا منكرين لوجود الرسل فإذا كانوا أصلا منكرين لوجود الرسل فهم منكرين لوجود نبي اسمه نوح وينفون عنه النبوة عليه أفضل الصلاة والسلام ما معنى قوله وقالوا مجنون وما معنى وازدجر وقالوا مجنون مجنون دي زي ما تعودنا خبر لممتلأ محزوف يعني رموه بالجنون وقالوا أنه شخص أصابه الجنون وازدجر إما أن يكون قوله ازدجر هذا يعني شتموه وهددوه بالقتل وهددوه بالشتم فكلمة زجروه ازدجر معناها أن قوم نوح زجروه أو أن ده من جملة كلامهم يعني من جملة كلامهم يعني هم قالوا عليه أنه هو مجنون وهم كمان اللي اتهموه قالوا عليه أنه هو ازدجر ويبقى كلمة ازدجر دي معناها أن هم عايزين يقولوا يعني إيه اللي وصلوا للمرحاية الجنودية إن الجن هي اللي خطفت عقله وازدجرته وجعلته لا يعرف ما يقول ولا يهتدي إلى الصواب على حسب قولهم والدعاءاتهم الباطلة ما معنى قول الحق تبارك وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتحر الإجابة فدعا ربه أني يعني دعا ربه بأني مغلوب غلبني قومي فالمعنى غلبني قومي فلم يسمعوا مني واستحكم اليأس من إجابتهم ليه قد يسأل سائل في هذه النقطة ويقول سيدنا نوح عليه السلام يدعي أنه استحكم اليأس من إجابتهم له نعم ليه لأن سيدنا نوح لبت في قومه يدعو ألف سنة إلا خمسين عاما ولما جلس يدعو في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما عدد قليل جدا لأمن به والعدد الأكبر من قوم نوح لم يؤمنوا به وسيدنا نوح لم يقل أني مغلوب فانتصر ولم يقل رب لا تذر على الأرض من الكافرين غيارة إلا بعد أن يأس من إجابتهم إزاي النبي يأس من إجابتهم أن أوحي إليه يعني اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن هنا يأس نوح من إجابتهم ليه؟ لأن ربنا أوحي إليه قال له إيه؟ قال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن خلاص طبع على قلوبهم وكل اللي جاي بعد كده ما فيش حد فيهم هيؤمن ولذلك سيدنا نوح قال رب إني مغلوب فانتصر ولذلك سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديجارة إنك انتذرهم يضلوا عبادك ما أنا خلاص عارف أنهم ما فيش واحد فيهم هيؤمن يبقى وجودهم دلوقتي انتذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كثارا فمن الأفضل لهم وللمسلمين في هذه اللحظة في عهد سيدنا نوح أن يختفي هؤلاء من على واجه الأرض لأنه استحكم اليأس من إجابتهم لطريق الحق ولذلك إما يجي واحد يقول لك وهل يأس نوح من إجابة قومه له أقول له أيوة يأس نوح من إجابة قومه له بعد أن أخبره الله تبارك وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فبعد أن قضى يعني أن سمع قضاء الله بإن ما فيش ولا واحد هيؤمن بعد كده أكيد خلاص فيش أمل إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قضى بذلك والذي أخبره بذلك والذي أوحى إليه بذلك أوحي إلى نوح وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك خلاص عشان كده دعاء نوح على قومه لم يكن ابتداء مش من أول ما بدأ معهم دعا عليهم بالعكس سيدنا نوح كان من الخمسة وللعزم من الرسل صابر على قومه صابرا عظيما حتى أنه قابل من قومه إذاء لم يقابله نبي من قومه من الأنبياء السابقين عليه يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى يعني حتى أطغى من قوم عاد وأطغى من قوم ثمود وأطغى من قوم لوط ولذلك اوعى تظن اليأس بمعنى اليأس من الدين لا مش اليأس من الدين ولا حاجة ولا اليأس من الحياة وإنما يأس من إجابتهم بعد وحي الله له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن نعود مرة أخرى إلى تفسير الآيات يبقى يقول أنه قد غلبني قومي واستحكم اليأس من إجابتهم لي فصلت عليهم عذابا يا ربنا يهلكهم ويقضي عليهم ولذلك أتبعها بقوله إني مغلوب فانتصر يعني فانتقم لي منهم بعذاب ترسله عليهم أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية هكذا طوفنا بحضراتكم مع سورة القمر رأينا قوم قريش وكيف أنهم لا يؤمنون لأن المشكلة مع قريش لم تكن المشكلة في العقل إنما المشكلة كانت في القلب يعني إيه حينما يكون الأمر أمر إقناع أقلي هيبقى سهل جدا والدليل موضوع القمر هما طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشق لهم القمر النصفين طيب أنت ليه بتطلبوا من النبي أن يشق لكم القمر النصفين ده نبي إعلق النبوة بيشق القمر النصفين إحنا عايزين كده طيب حاضر يستجيب لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتوجه إلى ربه بالدعاء يدعو ربه يستجيب له ربه ينشق لهم القمر النصفين إذا بهم يقولوا سحر محمد من أعيننا طيب يبقى الموضوع موضوع إعناق إقناع هل الموضوع موضوع فهم هل الموضوع موضوع رأي ورأي آخر وقنعني برأيك لا لأنك هو لما بتطلب مني أن القمر ينشق نصفين طيب القمر ينشق نصفين وإنت شفت أن القمر ينشق نصفين يقولك أنت سحرت عناي طيب ولو لم ينشق القمر نصفين حتقول أنت كاذب ما قدرست ينشق القمر نصفين يبقى في كلتا الحالتين أنت مش هتصدقني يبقى المشكلة مش في العقل المشكلة في القلب لأن ساعة ما بتبقى المشكلة في القلب خلاص ولذلك يقولون نعوذ بالله من تضاغن القلوب لأن تضاغن القلوب أعلى من تضاغن العقول تضاغن العقول يثمر لما يبقى فيه تضاغن في العقول ده يأتي بفكرة وده يأتي بفكرة ده يقول دليل وده يقول دليل فنصلوا معا إلى الرأي الصحيح أو أنا أقنعك إذا كنت أنا على الحق أو أنت تقنعني إذا كنت أنت على الحق إنما يبقى الأمر قدامك واضح وانت اللي تطلب الطلب ده علشان تؤمن وانت اللي تصر على هذا الطلب ولما يتحقق الطلب ده وتقول أنا لن أؤمن أيضا يبقى الموضوع مش موضوع عقل الموضوع موضوع مشكلة في القلب انت مش هتؤمن عارف انت اللي بيكره واحد كانوا زمان يقول لك حبيبك يبلع لك الظلط وعدوك يتمنى لك الغلط حتى من غير غلط هو على أي حال نحن لن نؤمن فهذه قصة قريش بيّنها القرآن الكريم في أول السورة اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ثم يأتي القرآن إلى قوم آخرين هم برضو على نفس هذه المشكلة مشكلة التضاغن للقلوب لدرجة انهم مش جيل ولا جيلين دي أجيال أجيال كبيرة جدا أقول لكم الأب ياخد ابنه الصغير يروح لسيدنا نوح ما هو قعد تسعمائة وخمسين سنة قرون تسعمائة وخمسين سنة الأب ياخد ابنه يروح لحد سيدنا نوح يقول له شايف اللي هناك دوت اوعى تتبعه ليه يقول له أنا أبويا جابني وأنا صغير زيك كده هو والحد نوح دوت وقال لي شايف اللي هناك دوت اوعى تتبعه فزي ما أبويا قال لي أنا بقول لك وخليك على الوصية دي ومع ذلك نوح يدعو ويدعو ويدعو ولم يدعو على قومه إلا بعد ما الأمر انتهى خالص وربنا قال له خلص واصنع الفلك بأعيننا وراحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون كلمنيش فيهم دول خلص الأمر بالنسبة لهم منتهي أبنائي وفناتي ندعو الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والبغضاء وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجعلنا دائما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا بالحق واجعلنا هداتا مهديين ولا تجعلنا ضلين ولا مضلين اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة